لست أستحي بالإنجيل لأنه قوة في قوة في هذا الإنجيل والكلمة قوة في لغتها الأصلية بتعني دينامو اللي هو المحرك المولد الطاقة بتاعة الإنسان طاقة وفي نفس الوقت هي بتعني كلمة ديناميت الديناميت هو المواد المتفجرة فالإنجيل هو قوة الله المتفجرة لا يستطيع أي إنسان أن يقاومها تعرفوا شو أكبر خدعة وأكبر بدعة بينشرها الشيطان في هذه الأيام بحذرك وبيمنعك من قراءة الكتاب المقدس أنا أرجوك أرجوك اقرأ العهد الجديد اقرأ حياة يسوع المسيح أنا متأكد أنه روح الله رح يلمسك ورح يغيرك مثل الملايين اللي تغيرت حياتهم فالإنجيل هو قوة الله المغيرة قوة الله للخلاص كيف هاي القوة بتظهر؟ هاي القوة تظهر طبيعتنا الطبيعة الفاسدة الطبيعة الشريرة فقوة الإنجيل بتفضح هاي الطبيعة الفاسدة وبالمقابل تعطي حياة أبدية فيصبح الإنسان خليقة جديدة مولود ولادة روحية من الله يتغير كليا وينال الحياة الأبدية هذا الخلاص هو عملية إنقاذ عملية نجاة فهذا الإنجيل ينقذ الإنسان من الضلال ينقذ الإنسان من البدع بل ينقذ الإنسان من غضب الله غضب الله بينقذ الإنسان من الجهل الروحي ومن العمى الروحي ينقذ الإنسان من الإنغماس في حياة الخطيئة والشهوات والشر لأن الإنسان لا يستطيع أن يغير نفسه لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدر رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس فالإنجيل يجدد الحياة والكيان بيعطيك طبيعة طبيعة البر والقداسة طبيعة بتتناسب وبتمشى مع الطبيعة الجديدة طبيعة الحياة الأبدية أحبائي الإنجيل بيحررنا من الباطل والتقاليد والديانات الباطلة بيغيرنا تغيير جذري ثم هذا الإنجيل أحبائي من ناحية تاني ينجي من عقوبة الخطيئة ينجي ويحذر من الانفصال الأبدي عن الله ومن العقاب الأبدي بإنكار يسوع المسيح فإذن هذا الإنجيل له قوة خارقة جدا هذا الإنجيل أحبائي هو إنجيل الخلاص إنه إنجيل السلام إنجيل النعمة إنجيل الحرية وهي كلها يعني لأنك بقول لك إنجيل ولا أنا جيل هو إنجيل مرات بقول عنه إنجيل الله إنجيل المسيح إنجيل ابن الله إنجيل ابنه وحتى بولوس قال إنجيله يعني أصبح الشخص هو إنجيل مسموع مقروء مرئي أمام الناس هذا الإنجيل هو قوة الله للخلاص بيخلص بيشفي بيحرر بيعطيك حياة أبدية وطبعا بركات كبيرة من خلال هذا الإنجيل قوة الله للخلاص لكل من يؤمن نحن لا نرغم ولكن نقول النتيجة إن أنكرت المسيح سوف ينكرك وإن رفضت المسيح سوف يرفضك وإن هاجمت المسيح لابد أن تواجه المصير الخطير الإنفصال الأبدي الإنفصال عن الله أنا بدعوك اليوم أن تؤمن بالإنجيل لأنه قوة الله للخلاص هل جربت تصلي؟ هل جربت تصلي أنه يا رب خلصني؟ يا رب شفيني؟ يا رب حررني؟ يا رب باركني؟ يا رب منحني سلام؟ ملأني نعمة؟ كل هذه بتنالها من خلال قوة الإنجيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر